موسيقى لا هو الحقيقة يعني أنا قادر أقول أن العلاقات المصرية المغربية يعني علاقات متميزة على مستوى أكثر من جيد جدا نقول ممتازة بالتأكيد أنه في العلاقات الدولية ومن بين الدول هناك مراحل صعود وهبوط حصل بعض الأزمات في السابق كانت سوق فهم من الجانب المغربي وسوق تقدير مما قام بها خاصة في الإعلام لأن الإعلام في مصر في فترة كان منفالت أنه عندنا أكثر من مئة قناة منهم 30 قناة فعيلة الناس تتفرج عليها وبالتالي ما يعبر عنه أي مزيع أو أي إعلام يكون على الهواء لا يعبر عن وجهة النظر الرسمية وبالتالي حتى في الأزمات السابقة تم عقاب من قام بهذه الأفعال الأمور منذ ذلك الوقت تصير في منحنة يعني متصاعد على المستوى الاقتصادي ده يوضح التبادل التجاري في ازدياد كل يوم من الجانبين مستوى التبادل التجاري سواء صدرات المصرية إلى المغرب أو الصدرات المغربية إلى مصر أي مشاكل في هذا المجال بنسعى إلى حلها بالتواصل ما بين على المستوى الفني وعلى المستوى السياسي على المستوى الثقافي الأمور يعني تسير يعني بوطيرة أكثر من ممتازة هناك كل يوم مثقفين مغاربة وفعالين ثقافيين يزورون القاهرة للمشاركة في فعاليات ثقافية وكل يوم هناك مصريين يشاركون في فعاليات ثقافية في المغرب وده يدل إن كان على عمق العلاقات بين الدولتين على المستوى السياسي الأمور تسير على ما يرام هناك تشاور مستمر في كافة المجالات وخاصة أننا نقع الدولتين يقعان في إقليم يعني يموج اليوم بتطورات سريعة جدا منذ عدة سنوات وإلى اليوم تطورات سريعة جدا تجمعنا مثلا التشارك في الرأي حول المسألة الليبية أخصى المسألة الليبية مسألتهم مصر لأن ليبيا تقع على الحدود الغربية لمصر وبالتالي هناك تشاور مستمر في هذه المسألة في مسائل أخرى هامة جدا زي مسائل الهجرة مسائل مكافحة الإرهاب خاصة أننا نعيش في وقت يعني في تصاعد شديد في الموجة الإرهابية وبالتالي هناك بالتأكيد طوال الوقت تشاور في هذه المسألة وتنصيق هل سيد السفير على أنه مؤخرا هناك أكس القاهرة بريتوريا لزعزعات العلاقات المغربية في قضية السحرة لا بالتأكيد لا يعني هو طبعا مصر بتحافظ على العلاقات جيدة مع جميع الأطراف سواء مع نيجيريا مع جنوب أفريقيا مع المغرب يعني في جميع الدور مع كينيا لأنه ده طبيعة أنه نسعى إلى الحفاظ على العلاقات جيدة ونسعى للقيام بدور دائما في كافة المسائل في إقلمنا وفي ألقانا لم يحدث أي تنصيق فيما يخص هذه المسألة مع أي طرف آخر موقفنا واضح من هذه المسألة عبرت عنه مصر في مناسبات كثيرة وفي لقاءات سنائية مؤخرا وزير خارجية سيد نصر بريتا كان في زيارة للقاهرة وتم التباحث حول هذه المسألة الموقف واضح موقف مصر واضح من هذه المسألة المسألة مصر تتولى في هذا العام رئاسة الاتحاد الأفريقي وبالتالي هذه الرئاسة تفرض على مصر بعض القيود في تحركتها وبالتالي مصر زي ما أنا قلت بتسعى دائما إلى حل كافة المشكلات وأن تكون فاعلة في حل كافة المشكلات على مستوى القرى على مستوى الإقليم موقفنا من مسألة الصحراء هو موقف واضح أن مصر لم تعترف في يوم من الأيام بما يسمى بالبوليزاريو لم تعترف بها وموقفنا واضح وتم تقراره والتعبير عنه دائما وأبدا تأكيد على هذا الموقف هل من مشاريع مقبلة إن شاء الله في العلاقات بين البلدين؟ المشاريع القائمة دائما يعني طبعا الهدف دائما الأسمى أن نحن يتم لقاء على مستوى القمة هذا اللقاء تأجل عدة مرات ولكنه دائما على رأس أولويات الطرفين في خلال زيارة السيد وزير الخارجية ناصر بوريتر القاهرة في يناير الماضي تم الاتفاق على الإعداد الجيد لهذه القمة لأنها يجب قمة مثل هذه قمة مصرية مغربية يجب أن تخرج بنتائج واضحة ومحددة ونتم الإعداد لها جيدا تم الاتفاق على العقد ما يسمى الحوار الاستراتيجي بين مصر والمغرب في خلال هذا العام وعلى أن يكون دا إعداد جيد للقمة وإن شاء الله نتمنى مصر ترحب جلالة الملك محمد السادس في مصر ويعني ستكون مناسبة لتكذيب أي أقويل حول فطور علاقات أو ما إلى ذلك لأن العلاقات تسير بصورة جيدة جدا